موسيقى الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تطوير منطقة الرويسات في شرم الشيخ بشكل متكامل بما يصب في صالح السكان الصندرات المصرية تحقق أعلى رقم في تاريخها بأكثر من 45 مليار دولار للعام الماضي ومدبوض يؤكد الدعم الكامل لتوطين التصنيع المحلي موسيقى موسكو تندد بقرار واشنطن نشر قوات في شرق أوروبا وتوافق روسي بريطاني على الحل السلمي للأزمة الأوكرانية التاسعة مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جيرانيج نشرة إخبارية مفصلة نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصرية أهلا بكم موسيقى موسيقى استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي عملية التطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ ووجه بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان وصرح متحدث الرئاسة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشاره لتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية ولواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار القرآن الكريم كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم وتطوير طريق الطور سانت كاترين فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شنزو أبي كما تم استعراض عملية تطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميدين والمداخل المؤدية لها من ناحية أخرى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة وذلك مع مراعاة المبدأ الثبت بحوكمة كل جوانب الأداء وفقا لإعلى مواصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور عمر طلاط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولوأمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولوأ أركان حرب إيهاب الفرر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولوأ أركان حرب إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات وقد وجه السيد الرئيس باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى موصفات الجودة والاستدامة بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة وعلى النحو الذي يليقه بتطور الحضاري الذي تشهده مصر ورؤيتها التنموية الشاملة مع التركيز في هذا الصدد على توفير تدريب تقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر وعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تتشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين والرواد الأعمال ليصبحوا عناصر فاعلة تسهموا في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة خاصة مشروع إنشاء فروع لمعهد تكنولوجيا المعلومات بجامعات المنصورة والمنوفية والمينيا وقنة وسهاج وأسوان وكذا مشروع إنشاء مجمع الإبداع التكنولوجي بالإسماعيلية إلى جانب مشروع إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في بنها والفيوم وبور سعيد أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع إجمالية الصادرات المصرية لتبلغ 45 و 12 مليار دولار خلال عام 2021 والذي يعد أعلى رقم حققت الصادرات المصرية في تاريخها وخلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء أشار مدبولي إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية جاء من نصيب الصادرات غير البترولية مشددا في الوقت ذاتي على دعم الدولة الكامل لتشجيع توطين التصنيع المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحقيقة يمكن أنه يستعرضنا إجمالي الصادرات المصرية اللي حصلت في عام 2021 والحقيقة ده أعلى رقم حققت الصادرات المصرية في تاريخها كله ويمكن الحقيقة باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد أن يعني كانت أعلى رقم وصلت له قبل كده الصادرات المصرية هو ستة وتلاتين وسبعة من عشرة وده كان في العام المالي عشرين عشرة عشرين حداشر ولكن النهاردة إحنا الحمد لله بنتكلم على رقم خمسة وأربعين واثنين من عشرة اللي هو إحنا بنعتبره النهاردة خطوة في إطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن لازم الصادرات المصرية تتجاوز المئة مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة وإن إحنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جدا الحقيقة لما يعني شيء آخر جدير بالذكر إن لما بنستعرض هيكل الصادرات بنجد وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم إن الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بيترولية وليه بقول ده إنه شيء مهم لأن الصادرات غير بيترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة رئيس الحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم انكماش اقتصاديات العالم وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة استطاعت تنمية تصادراتها في ظل الجائحة نرجع كده ونستوقف احنا عملنا كل الكلام ده في إطار ظروف استثنائية في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق للصناعات كثيرة على مستوى العالم احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها تبقى ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم هذا واستعرض مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنمية الصادرات بداية من تيسير منظومة الجمارك ومرورا بمنصة النافذة ووصولا لنظام التسجيل المسبق للشحنات في هذا الإطار أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من نظام التسجيل المسبق للشحنات إلى جانب تيسير الإجراءات هو فرض الحوكمة على جودة المنتجات التي تدخل مصر وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية كان في إطار تبسيط إجراءات المنظومة الجمارك والتسهيل حركة التجارة الدولية وده يمكن كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه التجارة البينية في مصر سواء الدخول الواردات أو خروج الصادرات ويمكن الحقيقة بدأناها بمنظومة متكملة من خلال منصة نافذة اللي كان فيهدفها فكرة الشباك الواحد وأيضا طبعا خطونا خطوة هامة جدا يمكن سبقنا بها عدد من الدول المتقدمة وهو ما يطلق عليه نظام التسجيل المسبق للشحنات ويعني إيه الكلام ده وده طبقناه بالفعل بشكل إلزامي من شهر أكتوبر الماضي معناها ببساطة شديدة كان بيحصل إيه قبل كده كان بتبقى الشحنات اللي أي حد عايز بيستورد شحنة يبدأ ياخد إجراءاته برا البلد وييجي بيها وبعد ما توصل هنا يبدأ إجراءات زي ما بنقول الاستخراج والإفراج عن هذه الشحنات والكلام ده كان بيستغرق وقت طويل جدا جدا وإجراءات بيروقراتية بل أحيانا كان بيتم رفض الشحنة وبنقع في مأزق اللي كان استوردها طب بيقول أنا خلاص أنا منيش دعو بيها ومش عايزها ونفضل عندنا تراكمات هائلة فالحقيقة هذا النظام ببساطة شديدة هو نظام رقمي ومميكا إن من قبل ما الشحنة تخرج من البلد المنشأ من برا بيتم تسجيلها على الكمبيوتر وتتبعت هنا عشان نبقى احنا على علم كامل بالشحنات اللي التيجي ودي أنا عايز أتوقف عند هذا الموضوع إن هدف هذا الموضوع في الأساس غير إن هو تبسيط وتسهيل الإجراءات إن احنا نعمل حوكمة بمنتهى الأمانة على جودة المنتجات اللي بتيجي مصر وبتدخل مصر هذا وقد أكد دكتور مصطفى مدبولي أن مصر لديها سراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا الأمر الذي ساهم في دعم حركة الصادرات وتنميتها في هذا الإطار شدد مدبولي على أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إحنا بنعقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير اللي موجودة اللي بتمثل القطاع الخاص المصري اللي بيصدر لكل دول العالم عشان نشوف معاهم كل الحوافز اللي من شأنها إنها تزيد من تواجد مصر في أفريقيا وتشجيع تبادل التجاري ما بيننا وما بين دول أفريقيا في إطار اتفاقية التجارة الحرة اللي وقعنا عليها مع كل دول أفريقيا فالحقيقة هناك العديد من الإجراءات اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحرك فيها بقوة لتحقيق فعلا إن شاء الله الحلم في أقرب وقت تعدي إن صادراتنا إن شاء الله تتجاوز الميت مليار دولار وده يعني برضو بنعتبرها خطوة لأن مصر الحقيقة بقوتها وبإمكانياتها تستحق إن الأرقام دي تبقى أعلى من كده بكتير وإن شاء الله إحنا كدولة بنشتغل على هذا الموضوع مع كل المؤسسات الأخرى عشان نحقق هذا الحلم بإذن الله للمزيد من المتابعة والتحلية نضم إلينا عبر الهاتف الأساذة شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية دكتور شريف أهلا بحضرتك ضيفا كريما على شاشة التلفزيون المصري بعد التحية رقم قياسي حققته الصدرات المصرية خلال العام الماضي عام 2021 كيف تقرأ هذا التصريح وكيف تقرأ بعد المؤتمر الصحفية الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول هذا الموضوع أهلا بك أولا طبعا الرقم الثانيجي الحاعة ده رقم قياسي متحقش في تاريخ مصر أبدا نحن نوصل صدرات لـ 30 مليار دولار لصدرات الغير بيترولية عدنا 30 مليار وصناعات الهندسية عدت مرضه الأول مرة في تاريخها 3 مليار دولار وده لعدة أسباب من أهمها طبعا والحاجة اللي احنا فخرين بها أنه التصدير بقى قائمة بقى أولوية من أولوية الدولة دلوقتي فعلا واضح جدا أنه التصدير والصناعة دولة خطرة اللي بتشد قصد أي دولة في العالم والاهتمام على التصدير اللي حصل في خلال السناتين اللي فاته ببتدى يجيب النتائج نجني ثمار التركيز اللي حصل على الصدرات وإحنا شايفين طبعا أنه المستقبل بالعكس المستقبل قائمة أفضل بتكير وابتدت البوادر بتاعتنا في سنة 2021 في ظل أزمة كورونا وفي ظل أزمة سلسلة الإمدادات العالمية وكان في أزمات كتيرة وبالرغم من ذلك حققنا أرقام قياسية وبنوعد إن شاء الله في الفترة القادمة أنه كل سنة هنعمل رقم جديد إن شاء الله طيب باشموند الشريف في هذا المؤتمر أيضا تحدث سيد رئيس مجلس الوزراء عن المساهمات الدولية وأيضا عن أن هذه الصدرات كانت من غير الصناعات غير البترولية وكان لها نصيب الأكبر في حجم الصدرات لهذا أيضا دلالة كبيرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية والجانب الاقتصادي في الصدرات المصرية كيف نحلل ما بين الأرقام في هذا الموضوع زي ما قلت الأول التفرة اللي حصل دي لها بعض الأسواق الخارجية طبعا منها خروج لعيب أساسي وهو دولة الصين المنافس الرئيسي لمصر في المنطقة خروج الدولة زي بحجم دولة الصين أدى فرصة لمصر أن هي تأخذ مكان الصين في الدولة المجاورة لنا ودور اللي بيننا وبينهم التفاياة التجارية فده طبعا من أهم الخطوات اللي حصلت وإحنا شايفين أنه الفترة الجاية الصين هتفضل برضو متبعد عن الأسواق اللي في المنطقة عندنا فده يدي فرصة أكبر لمصر بخدرتها الصينعية وإمكانياتها الكبيرة أنها تقدر يعني تقدر تأخذ السوق اللي حوالي المقلب الكامل وتوفي الأحتياجات بتاعته الحاجة اللي هو أنها برضو تركيز الدولة على الصادرات فقلا أدى دفعة تشجيعية جدا لجميع الصناعات أنها لحظت وقدرت أنها تلبي احتياجات الأسواق اللي حوالينا فيه برضو برامج الدعم اللي تحط دي من أهم من حاجات برامج بعض من التصدير اللي موجودة دلوقتي اللي بتعجي عجوز إيمالي للشركات اللي بتصدر طبعاً بيخلي أفعارنا منافسة في الدول المستحدة نعم بالطبع وهذا أيضاً ما دع المؤسسات الدولية لأن تشيد بالاقتصاد المصري وقدراتي على مجابهة التحديات في ظل جائحة كورونا كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ الشريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك كان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دكتور مصطفى مدبولي وشهد الاجتماع استعراض المؤشرات الإيجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري هذا الأسبوع من جانب عدد من المؤسسات الدولية في أحدث تقارير لها ومنها تقرير مؤسسة مودز للتصنيف الاقتماني والذي يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية فضلاً عن انضمام مصر رسمياً إلى مؤشر جي بي مورغن لاستندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين فقط بشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر وخلال الاجتماع أكد مجلس الوزراء أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة رغم تدعيات السلبية لجائحة قورونا كما أن مواصلة الإصلاحات في سياسات المالية والنقدية يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابية أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية هذا وأشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لمتبعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من متونات منظومة النقل الجماعي الجديدة وفقا لتوجهات الرئيس السيسي في هذا الشأن خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران مقترح الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026 ومن جانبي أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أهمية تباني استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية لفتا إلى أن المعرفة الأساسية في التمويل الشخصي أضحط مهارة أساسية يحتاج إليها الأفراد للاستفادة من التطورات الناشئة في عالم المال والأعمال وذلك بهدف زيادة قدرة المواطن على التخطيط للمستقبل وتحسين آدائه الاستثماري واتخاذ قرارات مالية سليمة واحتياجاته المالية هذا ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات من أبرزها الموافقة على تعديل قيمة المصرفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر لكشف عن فيروس كورونا وكذلك المسحة السريعة للمصريين والأجانب بحيث تصبح قيمة هذه المصرفات لتحليل البي سي آر ستمائة وخمسين جنيها للمصريين بدلا من تسعمائة جنيها في السابق وسبعمائة وخمسين جنيها للأجانب بدلا من ألف ومائتي جنيه في السابق فما تصبح قيمة التحليل السريع مائة وخمسة وسبعين جنيها للمصريين بدلا من مائتين وخمسين جنيها في السابق ومائتين وخمسة وعشرين جنيها للأجانب بدلا من ثلاثمائة وعشرين جنيها في السابق من ناحية أخرى ترأس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتي يتم تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة وقد استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد التأكيد على أهمية تواجد مسؤول الوزرات المختلفة في الحي الحكومي والعمل بصورة تدريجية من هناك وذلك بهدف الاطمئنان على التشغيل التجريبي للمقار الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدى جاهزيتها للانتقال بشكل كامل للعمل من الحي الحكومي وذلك إلى جانب تشغيل مختلف المرافق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي عن الموقف التنفيذي لمشروع انتقال الحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة كما تم التنويه إلى موقف تنفيذ المنظومات الخاصة داخل المباني الحكومية وما تم تنفيذه من برامج تدريبية للموظفين المنتقلين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة جلب أكثر من نصف طن مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري تقدر قيمتها بقرابة نصف مليار جنيه كان للنجاحات الأمنية التي سطرتها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لمحاولات الجلب وتهريب المواد المخدرة أثرها في وقت تلك المحاولات في مهدها وهو ما جنب البلاد من آثارها المدمرة أحد هذه النجاحات كان مصرحها ميناء الإسكندرية البحري محاولة قام بها تشكيل عصابي لجلب كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية لتصنيع مخدر الأيس وعقار الكبتاجون تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت إخفاء هذه الكميات داخل مشمول حاوية من المواد الغذائية قادمة إلى الميناء من إحدى الدول على متن مركب تم الدفع بمعدات وتقنيات متطورة لتحديد أماكن إخفاء المواد المخدرة وسط هذه الأطنان من المواد الغذائية لتنجح الإدارة وبالتنصيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في الوصول إليها موسيقى كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الأيس والكبتاجون تازن 610 كيلو جرام مخبأة ومعبأة آلياً بأكياس داخل علب كرتونية موسيقى تقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة بـ 488 مليون جنيه تقريباً موسيقى الإدارة وبالتنصيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومدرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط سنين من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الشحنة من المواد المخدرة لتروجها داخل البلاد ويشكل هذا النجاح تأكيداً جديداً على يقظة الأجهزة الأمنية وفرضها رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد وهو ما يحول دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلالها في تهريب وجلب المواد المخدرة عبدالبراكات التلفزيون المصري أمر المستشار النائب العام بإحالة حائز شقة الزمالك وزوجته إلى محكمة الجنيات لاتجارهما في الأثار واعتيادهما شراءها وبيعها ومبادلتها وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية تخضع للحماية قانوناً وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للأثار هذا ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً مع علمهما بأثريتها فضلاً عن إخفائهما 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار من مجلس قيادة الثورة بمصادرتها كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل ضد المتهمين من شهادة 16 شاهداً فضلاً عما تبين للنيابة العامة من معاينتها للشقة كما استدعى التهم لاستجوابه وأمرت بحبسه احتياطياً لحين إتمام التحقيقات معه والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدد ضماناً مالياً قدر بمليون جنيه مصري وقد أمرت النيابة العامة مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم ممنوعين من الصفر مع الضبط وإحضار الأخيرة التي ثبتت في التحقيقات هروبها داخل البلاد كما نسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات استقبل مجلس الدولة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خريج كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 الراغبين في الالتحاق بتلك الوظيفة ولأول مرة في تاريخ المجلس أعلن المجلس عن قبول المتقدمين من الإناث تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المرأة وإعطائها كل الحق في الالتحاق بتلك الوظيفة خطوة قضائية جديدة لدعم ومناصرة المرأة جاءت باستقبال مجلس الدولة للمتقدمات لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعة 2021 لخريج كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية ولأول مرة يسمح المجلس بتقديم الإناث في هذه الوظيفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بتعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة أول مرة يعلن عن تعيين المرأة أو سحب الإناث لملفات تعيينها ووظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة منذ 75 عاماً وده بيصادف احتفال مجلس الدولة باليوبيلي الماسي لي وده تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لجهات والعيادة القضائية بالرئيس السيدة الرئيسة الجمهورية في تاريخ 2 يونيو 2021 ويمكن في السابق أولى خطوات تنفيذ تلك القرارات تم تعيين عدد 98 قاضية في مجلس الدولة نقلاً من وظيفتي نقلاً من هيئتين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في وظيفتي نائب مساعد به سحب ملفات التعيين بدأ اليوم ويستمر حتى 9 من فبراير الجاري وفقاً للشروط والجداول التي وضعها المجلس لكل جامعة والتي بدأت اليوم بجامعات القاهرة والأزهر وحلوان وذلك وسط إجراءات تنظيمية متقدمة تسهل على المتقدمين لالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا دي أول سنة فعلاً يحصل فيها كده ده احنا حظنا حلو جداً يعني بس شكراً رئيسي السيسي يعني انه سمحونا بحاجة زي كده أنا دخلت أصلاً حقوق عشان كده يعني أربع سنين دراسها عشان أوصل للليبل اللي أنا فيه ده وإن شاء الله يعني يتم على خير بنظبط الكرارة ان البنات تقدم في مجلس الدولة فده كرار حلو جداً لأن ابتدت المرئة تأخذ حقوقها في المجتمع بشكل مساوية حلوة جداً وفي مناصب علية فده يكون شرف كبير أو الواحد وفق أنه يكون في مجلس الدولة مجلس الدولة طبعاً مشهور بالنوع منظومة عريقة ومنظومة شريفة ونفس الواحد يبقى نفسه بقاضي من أول ما بتدخل حقوق أو محامي كبير أو وكيل نيابة بتقدم في كل حاجة وربنا بيكرم شايفه الصراحة أنه انتصار يعني للمرأة وأنه هينفع في حاجات كتير قدام تشجعها يعني نيابة تشتغل وتبقى أحسن وتتقدم في حياتها يعني استعدادات كثيرة اتخذها المجلس بعد الإعلان عن قبول أوراق المتقدمين التي ستستمر بقبول ملفات التقديم من التاسع عشر من فبراير الجاري حتى الثالث من مارس المقبل ومن ثم تحديد المقابلات الشخصية ثم الإعلان عن المقبولين محمود جميل التلفزيون المصري تلقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي تنفيذي المعنية بموضوعات تغير المناخ فرانز تيميرمانز وأصرح المتحدث باسم الخارجية أن شكري أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذي يجمع مصر بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات وأوضح شكري أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو وما خلفته من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بالحد من الأثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معه وتوفير تمويل لازم لمتفحته اختتمت مصر رئاستها للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام في دورتها الخامسة عشر التي امتدت لعام كامل وقد شهدت الجلسة الرسمية للجنة التي ترأسها السفير أسامة عبدالخالق من دوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيورك شهدة اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وأعمال اللجنة تحت رئاسة مصر وذلك بالتوافق قد شهدت الجلسة أيضا إشادة وتقديرا دوليين كبيرين بنجاح الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام في تنفيذ الأجندة الطموحة التي عززت من دور اللجنة في تلبية احتياجات الدول والمناطق الخارجة من النزاعات وذلك على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا كما أثنت الدول الأعضاء على حكمة وحرفية الرئاسة المصرية للجنة في إدارة دفة أعمالها وحرصها الدائم على مد الجسور وبناء التوافق ما ساهم في إصدار اللجنة للستة وستين مخرجا في عام 2021 وهو الأكثر مقارنة بالسنوات الماضية أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد بحث هاتفيا أزمة أوكرانيا والضمانات الأمنية التي تطلبها روسيا وطبقا لبيان الكريملين قد أبلغ بوتين جونسون بأن حلف شمال الأطلنطية الناتو غير مستعد للرد بشكل مناسب على بواعث القلق الروسية فيما أعلنت لندن اتفاق بوتين وجونسون على ضرورة إداد حل سلمي للأزمة الأوكرانية فيما له صلة أعلنت الخارجية الروسية أن قرار واشنطن نشر قوات إضافية شرقي أوروبا مدمر وغير مبرر كانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر نشر 3000 جندي أمريكي إضافي في شرق أوروبا وتحديدا في ألمانيا وبولندا ورومانيا وخلال مؤتمر صحفي دعا المتحدث باسم البنتاجون جون كاربي روسيا إلى تخفيف التصعيد بشأن أوكرينيا مشيرا في الوقت الذاتي إلى أن هناك مصارا دبلوماسيا لحل الأزمة مع روسيا بشأن أوكرينيا نشرتنا متواصلة مع حضرتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها فرنسا تبدأ في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة كورونا بدأت الحكومة الفرنسية في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا تشمل هذه القرارات أو قرارات الحكومة الفرنسية عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتخلي عن التدابير المفروضة في الأماكن المفتوحة للجمهور لا سيما في الملاعب والمؤسسات الثقافية كما لم يعد العمل عن بعض مفروضا ولكن يوصى به فقط هذا ومن المقرر إعادة فتح النوادي الليلية التي أغلقت أبوابها منذ العاشر من ديسمبر الماضي في السادس عشر من فبراير الجاري وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية باشرت شركة فايزر الأمريكية إجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترقيص الطارئ لاستخدام لقاحها المضاد الكورونا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات وقال المدير العام لفايزر ألبرت بورلا إن طلب ترخيص الذي تم تقدم به هو لجرعتين بثلاثة ميكرو جرام ما من شأنه أن يمنح الأهالي فرصة التلقيح ضد كورونا لأطفالهم بانتظار ترخيص محتمل لجرعة ثالثة يشار إلى أن الجرعة التي تحتوي على عشرة ميكرو جرام تسببت بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر سنتين إلى أقل من خمس سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا وهو ما دفع الشركاء إلى اختيار جرعة أقل أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ضرورة تنصيق وتوحيد المواقف العربية لمواجهة مختلف التحديات مشيرا إلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثاني للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وقد بحث التطورات على الساحتين العربية والإقليمية وشدد العاهل الأردني على حرص بلاده على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك كما أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أكد الدور الفاعل الذي تقوم بها المملكة في الجامعة وفي منظومة العمل العربي وقد أشاد أبو الغيط بالدعم الذي تقدمه للجامعة وبمستوى التنصيق العالي وبما ينعكس إيجابا على جهود الجامعة ودورها في مواجهة التحديات المشتركة وخدمة المصالح العربية أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول رقن عبد الفتح البرهان أن المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية أصدر عددا من القرارات تسعى إلى فرض هيبة الدولة ووضع حلول نهائية تضمن عدم تكرار التفلتات الأمنية لأذلك خلال ترأس البرهان الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر بولاية شمال درفور ونقش الاجتماع سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية مصار درفور والتي نصت عليها اتفاقية وجوبة للسلام بجانب الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية بأقليم درفور وسير تشكيل القوة المشتركة ذات المهام الخاصة بتحقيق الأمن والسلام في الأقليم إلى الشأن العراقي حيث نفت قيادة عمليات بغداد تعرض مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم قال إن الأنباء المتدول عن تعرض مطار بغداد الدولي لهجوم صاروخي عارية تماما عن الصحة داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ونقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية إلى اليمن حيث أعلن الجيش استعادة مواقع كانت تقع تحت سيطرة قوات الحوثي بعد معارك في محافظة مأرب شمال شقية البلاد وقال المركز الإعلامي لقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش تمكنت بإسناد من المقاومة الشعبية من تحرير عدة مواقع مضيفة أن العملية أصفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الحوثي وتدمير ثلاث أليات قتلية واستعادة أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم شمال غربية محافظة مأرب أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري وذلك بجميع المحافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد أوضحت وزارة الصحة أن القوافلة الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والكرة الأكثر احتياجاً مع الالتزام بالتخاذي كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد هذا وتضم القوافل وكافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة هذا وقد نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية الغستاني بمركز قفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين من جهته قال وكيل وزارة الصحة بدميات الدكتور السيد عبد الجواد قال إن القافلة الطبية تضمنت عيدات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملاً وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وقد أشار وكيل الوزارة في هذا الصدد إلى أنه تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا وتدليل جميع العقبات وسط إجراءات نقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا مبادرة الرئاسية بتعم كل القرى وبنحاول أن نعوض الخدمات الصحية عن طريق القوافل الصحية اللي هي بتبقى فيها كل التخصصات تقريباً عبارة عن عيادات متنقلة بتيجي للناس في أماكن معينة بحيث أنهما نخدمهم أسبوعياً في كل القرى كل قرية فيها بنجيلها أسبوع معنا نهضل 12 عيادة خصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة لدينا المعمل اللي فيه التحليل اللي بتغطي التخصصات المتاحة اللي بتخدم التخصصات المتاحة وخصوصاً فيه تحليل طبعاً مزودينها نظراً زي ما قلت كده للدراسة المعمولة على القافلة اللي فاتت من احتياجات الصحية للقافلة عندنا الأشعة العادية والأشعة بالصنار عندنا كمان الصيدرية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة بنبدأ الإعداد للقفلة من حوالي أسبوع بنرجع مركز المعلومات وبنرجع كمان قاعدة البيانات اللي عندنا بأن احنا مثلاً آخر مرة جينا القارية هنا كان إيه الأمراض الشائعة عندهم إيه الأدوية اللي كنا صار فينا بكمية كبيرة فبنبدأ نزودها طبعاً المريض بعد ما بيخلص الكشف بتاعه والتحليل ومثلاً لو هيعمل أشعة أو أي حاجة طبعاً كل المرضى بتصب عندنا في الصيدلية فاحنا في الصيدلية بنطبق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي الحاجة التانية كمان مخصصين شباك صرف حريم وشباك صرف تاني رجال بخلاف طبعاً فيه شباك لكبار السن لمراعات ظروفهم بأجهزتها المطلوبة معانا عربية بطنة سنار معانا عربية نيسا سنار معانا عربيات ينفو أزن مجهزة بأجهزتها كاملة زائد عربيات الأرزام زائد عربيات البطنة زائد عربيات الغمض والجراحة والمسالك كل دي عربيات متنقلة جايلنا بأجهزتها من وزارة الصحة تدعمنا بيها في مبضة حياة كريمة زائد بنجهز الأماكن اللي جوه بالعيدات النوعية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضرر مسجد الإمام الحسين بقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه وأوضح المركز الإعلامي أن كافة منشآت ومباني المسجد سليمة وآمنة ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق مشيرة إلى أن الحريق نشب في أحد المباني المحيطة بالمسجد وتمت السيطرة عليه وقال المركز إنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق بالتعاون مع مفتشي أثار المنطقة ومسؤولي أمن الأثار إلى المسجد للتأكد من سلمته مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية عقد السفير المصري لدى ألمانيا خالق جلال اجتماعا مع سفير جونتر زوتر مفوض للحكومة الألمانية لنجز السلاح وقدم السفير المصري الشكر للحكومة الألمانية الجديدة على إهداء 400 ألف جرعة من لقاح أسترزينكا إلى مصر وستتسلمه وزارة الصحة يوم الجمعة القادمة هذا وقد أوضح السفير المصري خالق جلال أن مصر حصلت على ما يقرب من 4 مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا من ألمانيا سواء من خلال الإطار الثنائي أو من خلال مرفق كوفكس التابع لمنظمة الصحة العالمية من جهة أخرى أكد المسؤول الألماني الأهمية الاستراتيجية لمصر بالنسبة لألمانيا كشريك اقتصادي وسياسي هام مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين استقبلت هيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عسام وفدا من الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في مجال تصنيع لقاحات كورونا خلال اللقاء تم عرض جهود هيئة الدواء المصرية منذ نشأتها في دعم صناعة الدواء والقدرات التصنيعية الموجودة والتي ظهرت في زيادة حجم الصادرات المصرية ومدى تطورها خلال الفترة الأخيرة في نهاية اللقاء أشهد وفد الاتحاد الأوروبي بالتحسن الملحوظ الذي تشهده البيئة الرقابية من تطوير وتحديث لأليات وإجراءات وقواعد العمل بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية بما يسهم في تهيئة الدواء الرقابي والتشرعي لدعم وتجدية صناعة الدواء قدم رئيس الطائفة الإنجلية بمصر القس أندريا زاكي الشكر للدولة على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحته ألفين متر بالأقصر وبناء الكنيسة على نفقة الدولة بالكامل وذلك بعد نقلها من أجل طريق الكباش جاء ذلك خلال فتاح القس أندريا زاكي للكنيسة الإنجلية الجديدة بمحافظة الأقصر وذلك بمشاركة محافظة الأقصر مصطفى ألهم وبحضور عدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة وذلك بجانب مشاركة جمهيرية كبيرة من أبناء المحافظة من مختلف الأطياف من جانبه أكد محافظة الأقصر أن هدف الأديان هو العبادة ونشر القيم الأخلاقية التي تحتاج إلى لغة التفاهم والحوار الإنساني مشيرا إلى أن حماية دور العبادة واجب شرعي ويؤصل لمفهوم المواطنة التي تقوم على المساواة والعدل يحظى الطفل باهتمام كبير في معرض القاهرة الدولي في دورته الثالثة والخمسين وسط إقبال جماهيري ضخم على جناح الطفل بالمعرض وتقدم الهيئة العامة للكتاب في معرض الطفل العديدة من الكتب المتنوعة وبأسعار مخفضة جدا بالإضافة إلى مجموعة تتناول بطولات الجيش المصري المزيد في سياق التقرير التالي لا طالما احتوى معرض الكتاب بين جنباته الكتاب والناشرين الصغار والكبار وها هو في نسخته الثالثة والخمسين يستقبلهم ليعرض مواهبهم الفريدة للزوار الذين وصل عددهم في الأسبوع الأول لما يقرب من نصف مليون زائر نزل معرض النهاردة ككاتبة ودهت تاني مرة أنزل المعرض على التوالي دهت أول عمل فرد ليه كتاب خواطر قلب خواطر نوفا بعد سلسلة متعددة من الكتب المجمعة كان ليه في 2021 ستة كتب مجمعة وورقي وسبعة إلكتروني معرض طبعا حدث عظيم حدث سنو عظيم بيمثل مصر كلها والوطن العربي اللي ما يكونش عالم كله طبعا بالمشاركات اللي موجودة من الموجودين على مستوى العالم وفي الحقيقة دي أول مرة أحضر وأنا شايف حاجات فعاليات كبيرة جدا وفيه إقبال كبير جدا في المعرض وفيه شايف بلاد كتير مشاركة هنا وديه حاجة كويسة جدا تكون على أرض مصر يعني فيه مشاركة عربية بشكل فعال يحتوي أيضا معرض الكتاب هذا العام على جناح خاص بالأطفال ويتضمن الجناح عددا من الأنشطة الترفيهية مثل الرسم والعروض المسرحية بالإضافة لتشكيلة متنوعة من الكتب التعليمية المقرؤة منها والمسموعة جيت قبل كده عشان أنا أصلا بحب الكتب بحب أقرأ أنا بحب كتب العلوم وبحب كتب الكيميا لذا كنت أنا اشتريت كتب الكيميا أكثر من ما كنت أشتري قبل كده المعرض كذلك يعمل على تنمية الوعي والثقافة عن طريق الندوات التثقفية في شتى المجالات من سياسية ومجتمعية ورياضية والتي تفتح الباب للنقاش وطرح الرؤى والأفكار كريم بيبرس التلفزيون المصري والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية أخبار المال والأعمال في نشرة التسعة تستعرضها لنا دينا فكر مسال خير دينا وأهلا بي سأل نور شكرا لك مصطفى وإلهام وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا أعلن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي ميزان المدفوعات حقق خلال الفترة الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2021 فأضاً كلياً بلغة 311.4 مليون دولار مقارنة مع عكز بلغة 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عقد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر اجتماعاً عبر خاصية الفيديو كونفرنس مع وزير البيئة والطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس يأتي الاجتماع في إطار متابعة خطوات تنفيذ مشروع ربط الكهربائي بين مصر واليونان بعد توقيع مذاكرة التفاهم بين الجانبين في أكتوبر الماضي وأكد شاكر أن اهتمام مصر بتنفيذ الربط الكهربائي يأتي في إطار التوجهات السياسية بأن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة وأيضاً نظراً للتعاون الوثيقة بين مصر واليونان مشيراً إلى أن هناك أيضاً قطوة ربط كهربائي مع كل من الأردن وليبيا وسودان بالإضافة إلى مشروع ربط الكهربائي مع السعودية الذي يجرى حالياً تنفيذه استقبل سيد القصير وزير الزراعة وستصلاح الأراضي فرانسيسكو سكلانت رئيس شركة أغروليف الإسبانية للاستثمار الزراعي والوفد المرافق له تناول الاجتماع والاستثمار في مجال إنتاج وتصنيع الزيتون حيث ترغب الشركة في شراء سلسة ألف فدان لإقامة مزرعة لأشجار الزيتون بأصنافه المختلفة وإقامة مصنع لتصنيع وتعبئات وتصويق زيت الزيتون بدول العالم المختلفة حيث تقوم الشركة بتصويق منتجاتها إلى تسعين دولة حول العالم وخلال الاجتماع قال القصير أن مصر أكبر دولة على مستوى العالم في إنتاج زيتون المائدة وأن هناك تكليفات رئاسية بالاهتمام بمحصول الزيتون وتصنيع وستغلال إمكانيات مصر في هذا المجال يعمل قيمة مضافة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني أنهت البرصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعملين العرب وسط أحجام تداول مرتفعة وربيح الرأس المال السوقية 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751 مليار و906 مليون جنيه على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجا أكثر تي بنسبة 76 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 11691 نقطة كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجا أكس 70 متساوي الأوزن بنسبة 57 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2164 نقطة وصعيد كذلك مؤشر إيجا أكس 100 متساوي الأوزن بنسبة 87 من المئة في المئة يغلق عند مستوى 3198 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي اليوم 15 جنيه 64 قرش للشراء 15 جنيه 77 قرش للبيع كما سجل اليورو 17 جنيه 70 قرش للشراء 17 جنيه 85 قرش للبيع في حين وصل سعر الجنيه الإستريني إلى 21 جنيه 22 قرش للشراء 21 جنيه 40 قرش للبيع بالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيه 26 قرش للشراء 4 جنيه 29 قرش للبيع وسجل ريال السعودي 4 جنيه 17 قرش للشراء 4 جنيه 20 قرش للبيع أكد السفير الروسي لدى الصين أندرايا دينيسوف أن بلاده بكين تناقشان بشكل متزايد استخدام العملات الوطنية في المعاملات المالية المتبادلة وتقوماني بتنصيق الجهود لمواجهة العقوبات المفروضة من الغرب جدير بالذكر أن رئيسين الروسية بلادمير بوتين وصينية شينجان بينج اتفقوا خلال محادثة بينهما على إنشاء بنية مالية مستقلة لا تتأثر بالدول الأخرى ختم أكبار المال والأعمال وعودة إلى مصطفى وإلهام إليكم شكرا ديني على هذا الأرض لقيا 24 شخصا على الأقل مسرعهم في فيضانات في الإكوادور هي الأشد منذ نحو عقدين وأعلنت السلطات في الإكوادور أن الفيضانات تسببت بنزلاق كبير للتربة في العاصمة كيتو وتضرر محمية طبيعية جراء تسرب نفطي شرقية البلاد وأوضحت السلطات أن تيارات مائية حملت معها الحجارة والوحول اقتاحت شارعا في العاصمة الإكوادورية لتجرف السيارات وتغرق منازل وشوارع أعلنت السلطات في هيتي أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا مسرعهم وفقد خامس جراء الفيضانات التي ضربت البلاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة هذا وقد أوضحت السلطات أن نحو عشرين منطقة على الأقل في هيتي تأثرت في الأيام الأخيرة ما أدى إلى غمر المياه لأكثر من ألفين وخمسمائة منزل كما غمرت المياه منطقة صناعية عند الحدود مع جمهورية الدومينيكان وصلنا معكم للمحطة الثانية في نشرة التسعى مجبوعة من الأخبار الرياضية وأحوال السحرة المستديرة عودة مرة ثانية إلى دينا فكري إليك دينا شكرا لكم وهو أخبار الرياضة محليا وعالميا اختتم المنتقب الوطني تدريباته استعدادا لقاء الكاميرون في التسعى مساء غدا في الدور قبل نهائي لبطولة الأمم الإفريقية شهد الميران ومشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعية فيما واصل محمد أشنوي برنامجه العلاجية تتجه أنظار عشاق قرة القدم صعوب الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية يويندي والذي يستضيف مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميروني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية واستطاع منتخب الفراعنة التأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية هذا ويعاني منتخب مصر من عدة إصابات قبل مواجهة الكاميرون حيث يفتقد المنتخب جهود محمد الشناوي وأحمد حجازي إذ يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية والثاني من تمزق في أوطار العضلة الضمة بينما تحوم الشكوك حول جاهزية محمد أبو جبل بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضمة وتاريخيا تحمل لقاءات مصر والكاميرون العديد من الذكريات التي لا تنسى للجمهور الأفريقية حيث واجه المنتخب المصري الأسود غير المروضة خلال 27 مباراة وحقق الفراعنة الفوز في 15 لقاء وكان الانتصار من نصيب الكاميرون في ست مواجهات بينما حسم التعادل ست لقاءات وعلى مستوى بطولة كأس الأمم الأفريقية تواجه المنتخبان في عشر مباريات من قبل حقق منتخب مصر الانتصار في أربع مواجهات وخسر في أربع مباريات بينما جاء التعادل في مبارتين أحدهما أصفر عن انتصار الفراعنة برقلات الترجيح هذا وقد رصدت كاميرا تلفزيون المصري توقعات الجماهير حول مباراة المنتخب الوطني مع الكاميرون وأمنياتهم بفوز المنتخب إن شاء الله بإذن الله الفوز المصر بإذن الله وده طبعا شيء قيم جدا لمصر والوطن الحبيب مصر إن شاء الله بإذن الله 2-0 مصر عندها منتخب جدا مقاتل وأتمنى طبعا أن مصر تفوز ممكن 2-1 لمصر وإن شاء الله مصر تكسب كده إن شاء الله أتوقع في المطش إن شاء الله 1-0 لمصر إن شاء الله المطش سيبقى صعب لأنه في الكاميرون وفي سطجم هروم ولكن إن شاء الله أنا أتوقع أن مصر ستفوز إن شاء الله إن شاء الله تفوز 2-1 إن شاء الله توقعاتي إن شاء الله 2-1 لمصر بإذن الله نطلع على الكاميرون وأنا توقع أن واحد سفر المنتخب بإذن الله إن شاء الله 2 واحد لمصر محمد صلاح ومصطفى محمد إن شاء الله 2 سفر المنتخب مصر بإذن الله محمد صلاح ومصطفى محمد إن شاء الله مصر تكسب بس أهم حاجة الروح المعنوية تكون مرتفعة ويفضل الفريق متماسك كده وزي ما بقيادة محمد صلاح إن شاء الله مصر بإذن الله تصعب مصطفى محمد ومحمد صلاح أنا أتوقع إن شاء الله مصر يجب أتنين واحد وإن شاء الله مصر يكون كويس والله يعني اللعب عودتنا أن المصرات اللي فاتت كانت رجالة وقد المسؤولية وإن شاء الله المصرات الجاية تبقى قد المسؤولية برضو يوجه منتخب سنغال الآن منتخب بوركينا فاسو في الدورة النصف النهائي من كأس للأمم الإفريقية المقامة حاليا في تامرون بالدورة قبل نهائي للمسابقة القرية على ملعب أحمد أهيد جو في العاصمة يون دي وهي المواجهة الأولى في نصف النهائية كما يواجه ريال مدريد غدا فريق أثلتك بالباو في مباراة مصيرة ضمن منافسات الدور الربع النهائي لكأس مالك إسبانيا ولمنافسات الدور ذاته يلتقي فريق ريال سوسيداد مع ريال بيتيتس ختم أكبار أرياضة وعودة إلى إلهام ومصطفى إليكم شكرا جزيلا من جديد لك دينا خلال نحو ثلاثين عاما امتدت علاقة العراقية حاتم عويد بالخيول العربية منذ أن كان فارسا في بداية حياته حتى أصبح أحد القائمين على تربيتها ورعايتها يعمل عيد في أحد مرابط الخيول في مدينة قربلاء العراقية التي تضم عددا كبيرا من الخيول العربية الأصيلة وقد فازت بعض خيول المربط بالفعل بجوائز في مسابقات الجمال ويتم بيع الخيول التي تمت تربيتها في المربط في الغالب لمرابط خيول أخرى على مستوى العالم والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله تستعرضها لنا دينا شكرا لكم مرة أخرى وأخبار الطقس محليا وعالميا يتوقع قبراء هياة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الخميس مائلا للبرودة على القهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري بارد على سوحل الشمارية الغربية وشمال الوجه البحري معتدل على سوحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد دفعون على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصلوا إلى حد السقيع على سوحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وسقوط سلوك على كاترين وهذه درجة الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات ونبدأ بالقاهرة 18-10 الإسكندرية 16-11 مطروح 16-11 برسعيد 20-10 الإسماعيلية 19-10 أسويس 19-10 العريش 20-10 طابة 19-11 شرمشيخ 23-13 الغردقة 23-13 الأقصر 22-7 أسوان 24-7 الودي جديد 21-6 شلاتين 26-12 وحلايب 23-13 والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بأحوال الطقس ودرجات الحرارة مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية أخبار التسعة ولم يتبقى سوى التفكير بأهم العنوان الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العملية على تطبيق منطقة الرويسات في شرمشيخ بشكل متكامل بما يصب في صالح السكان الصدرات المصرية تحقق أعلى رقم في تاريخها بأكثر من 45 مليار دولار للعام الماضي ومدولي يؤكر الدعم الكامل لتوطين التصنيع المحلي موسكو تندد بقرار واشنطن نشر قوات في شرق أوروبا وتوافق روسي بريطاني على الحل السلمي للأزمة الأوكرانية إذن انتهت نصة التسعة ولكن هواء التسعة مازال مستمرا مع يوسف الحسيني مساء نور إلهام زاكي مصطفى عامليني كل تمام بالتوفيق لنا جميعا شكرا جدا على قراءة متميزة كمجرة العادة ومتابعات أكثر تميزا وشكرا لكل صناعة التسعة نستأذنكم نبدأ فقراتنا